تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 أكد سعدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تكثيف جهود الوزارة لمراقبة المنشآت العاملة في القطاع الخاص والوقوف على مدى التزامها بكافة التعليمات الرسمية خلال هذه الفترة الاستثنائية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل جهود حثيثة تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمراقبة المنشآت العامة في القطاع الخاص من خلال سن مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أهمها تكثيف الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان حماية العمال من خلال تقليل عدد العمال في أماكن العمل وفي وسائل المواصلات المستخدمة لنقل العمال والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وفقا لتعليمات وزارة الصحة بتوفير أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية لكل عامل في الغرف التي يسكنها العمال وتفعيل العمل من المنزل قدر المستطاع خاصة في الوظائف التي يمكن إدارتها من المنزل ووجود الوسائل الوقائية كالكشف عن الحرارة بشكل يومي ووضع أجهزة التعقيم في الأماكن الظاهرة في موقع العمل خاصة عند الدخول والخروج إلى الموقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية صرح بأنه تم تشكيل فريق متخصص يضم طاقما متكاملا من مشرفي ومهندسي السلامة المهنية بهدف تكثيف التواصل مع مختلف المنشآت للتأكد من تفعيل المادة القانونية الخاصة بتشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية في موقع العمل حيث تم التواصل مع تلك المنشآت بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا فضلا عن التقيد بلبس كمامات الوجه وتطبيق المعايير الصحية في المرافق والاستراحات وغيرها فالوزارة إلى هذه اللحظة قامت بمتابعة تعقيم 593 مسكن من مساكن العمال التابعة للمنشآت الخاصة مع تخصيص مساحة خاصة للحجر الاحترازي في هذه المساكن كما قامت الوزارة بالتواصل مع 537 موقع عمل في شركات ومؤسسات عديدة للتأكد من تعقيمها باستمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تكتفي بهذه الإجراءات فقط لكنها عدت الحملات التوعوية بالتعاون مع الحملة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال توزيع مجموعة من المطبوعات الإرشادية بلغات متعددة على العمال الأجانب حيث تم طباعة أكثر من 300 ألف منشور كتابي توعوي ومطبوع ورقي يستهدف 350 ألف عامل أجنبي بلغات مختلفة اشتركوا في القناة